هو حفل تكريم الفائزان في مسابقة تاج القرآن الفارسان عبد المنع بارودي صاحب المرتبة الأولى وزكريا صاحب المرتبة الثالثة من نفس المسابقة وذلك على مستوى إقامة الباهع اللذان ألبس برنوسا ومنح درعا وعمرة تحفيزا لهم على هذا التتويج وهذه هي صورة وهران الحقيقية وصورة شبابها القرآني شبابها المتخلق الحمد لله نسأل الله عز وجل مزيدا من التتويجات لوهران في القرآن الكريم وفي غيره من المجالات إن شاء الله المفيدة التي تعكس الصورة الحقيقية لوهران وجزاكم الله خير نسأل الله مزيد فضله ونسأل الله أن يبارك في هذا البلد الطيب وفي بلدنا الجزائر ويزيد الإسلام نورا ويقينا وقوة وإن كان هذا التتويج فخرا لوهران وسكانها فهو أكثر من ذلك إسعاد لوالدي عبد المنعم وزكارية والله إحنا جدا مصرورين بهذا التتويج وبهذا التكريم اليوم وإذا الدعم إن شاء الله من سيد ولي ولاية وهران وهذا التتويج لتوجه ولدنا مشي ليه للعائلة وإنما لمدينة وهران هذه المدينة التي أصبحت رائدة في مجال القرآن الكريم وهي معروفة من زمن بعيد بقرائها الأجل الآن ينتظر أن يشارك المتواجون في المواعيد الدولية سيما وأن مصلحة التوجيه بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وعدت بمشاركة الفائزين في مختلف المنافسات الدولية للقرآن الكريم